مجزا سادسة مسائل مشاهديناتكم من اللايف اهلا بكم تتواصل فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر الدوري الثالث للشباب بالاسماعيلية وقد عقدت حتى الان جلستان رئيسيتان شارك فيهما الرئيس عبدالفتاح السيسي حملت الاولى عنوان افاق التنمية في قطاع النقل والاسكان بمحور قناة السويس في حين انتحدثت ثانية عن مواجهة ارتفاع الاسعار ما بين المسئوليات وواجبات الدولة والمجتمع والمواطن من المقرر ان تعقد جلستان اخرين تحت عنوان اسأل الرئيس ومحاكاة مراحل الاقتصاد المصري وخلال مشاركته بفعالية اليوم الثاني من المؤتمر قال الرئيس عبدالفتاح السيسي ان مصر تمر بمرحلة صعبة وانه على المصريين التكاتف لتجاوز تلك المرحلة لافتا الى ان الجيش يقوم بدور عظيم في حماية حدود المصر واكد السيسي حرصه ان تتقدم مصر وتصبح عزيزة وعظيمة لافتا الى ان دولة ستستقبل شهر الرمضان باجراءات كثيرة لمواجهة الطلب المتزايد على السلع وقدم الرئيس اسيس اعتذاره للمصريين على صعوبة الاجراءة الاقتصادية التي يعيشونها اكد رئيس مجلس الوزراء شريف اسماعيل ان العمل جار على مشروع تعديل قانون حماية المستهلك من اجل تغليض العقوبات وضبط الاسعار في كلمته بجلسة مواجهة ارتفاع الاسعار اشار اسماعيل الى خطط الدولة للحد من ارتفاع اسعار السلع وخلال مداخلته بجلسة افاق التنمية المستدامة وجه الرئيس عبد الفتاح اسيسي بالانتهاء من الوحدات السكنية الخاصة بسكان المناطق الخطرة بنهاية يونيو من العام المقبل كما اكد الرئيس اسيسي ان المشروعات الجاري تنفيذها تهدف الى ايجاد فرص عمل كثيرة للشباب نايتم وغدا شكرا لكم قرام المتابع